المجلس الأعلى للبيئة المؤسسة سعادة الدكتور محمد بن دينة إلى عدد من المواقع والتواصل مع الأجهزة التنفيذية لعدد من الجهات من بينها مصنع ألبا ومحطة الدور للطاقة والمياه وشركة بابكو وبعض المناطق السكنية في جنوب شرق المملكة للوقوف على حيثيات الوضع ومسبباته ووضح سعادته أن فريق المعاينة تواصل مع رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية للاطلاع على آخر المستجدات حيث قام الفريق المتخصص بمسح المناطق المتضررة بشكل مبدئي وتم أخذ القياسات الأولية لجودة الهواء المحيط بها بالإضافة إلى جمع عينات من المواد المسببة لتلك البقع والتي يجري حاليا تحليلها مختبريا لمعرفة مكوناته ومن ثم تحديد السبب ومصادرها وإصلاح أي خلل مرتبط بتلك المصادر كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما ستتوصل إليه التحقيقات ونوها سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل حاليا على جمع البيانات التفصيلية ووضع تفاصيل الدراسات المتعمقة والتي ستجري أو ستجرى بالاستعانة بجهات استشارية متخصصة في مجالات البيئة وجودة الهواء بالتحديد منوها سعادته إلى أن المسوحات ستغطي جميع مصادر الإنبعاثات في المنطقة الجنوبية الشرقية وأن المجلس سيقوم بإطلاع رأي العام على نتائج الفحوصات والمسوحات فور الانتهاء منها اشتركوا في القناة